خديجة البالقة من العمر 18 عاماً تعيش ظروفاً اجتماعية صعبة في تنحضر من أسرة محدودة الدخل وهو ما أرقمها على أن تخوض عالم الزواج العرفي المعروف في موريتانيا بالزواج السري لجأت إليه بدافع مادي منذ شهرين مع أحد الميسورين لتخرج هي وأسرتها من حياة البقر لكنها تحكي عن تبعات التجربة بمرارة تعرفت على طفل وجاني دور الله لحلال قال لي أنه ما يقدر زواج البوق على أنه يبيل عنده ظروف ودور الله شي ما عالم بيحده وتوه وجل والده وعاد معاي اكتشفت أنه راجل متخيم عادت ملا تخيمت والترفين لي تهددني ضحايا الزواج العرفي أو السري كما يعرف في موريتانيا كثيرات غير خديجة فالبعض أرقمتهن الحاجة وظروف الاقتصادية وأخريات هربنا إليه بسبب تكاليف الحياة والصنف الثالث من المطلقات لجأ إليه بسبب الفقر والإنفاق على أطفال من تجربة زواج سابقة لم تترك وراءها إلا الحسرة الزواج السري له ضحيت الفتيات 2016 كانت عندنا 345 و2017 413 و2018 كانت عندنا 500 وهذه الحالات مرتبعة جدا وكثريتها القاصرة ونظرا لأن موريتانيا بلد إسلامي محافظ وموضوع الزواج العرفي مزال خاضعا للكثير من المد والشسر هذا الزواج وإن كانت اكتملت أركانه فإنه سيؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق وضياع مواريثة وضياع حقوق ابناء وضياع حقوق زوجة وذلك منعه المالكية لذلك الزواج العرفي في موريتانيا ظاهرة اجتماعية ساهم عمل الفقر والبطالة وعدم الوعي الثقافي لدى البعض في انتشارها وإذا كان الزواج السري بنوعيه الذي لم يحتره شهود وحضروه مع التوصية بالكثمان فإنه يطابق الزواج العرفي المعروف في المجتمعات الأخرى في عدم التوذيق رسميا والكثمان